السلام عليكم أخواتي مرحبا بكم في القناة أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة من شاء الله أضع معكم حلوات الكريم مبسيطة جدا بدون فرن بدون بيض بدون مقلات قد يزوينا كثيرا في شيشة وخبلة بيض قد يزوي شيشة وكثيرا معجنة نتمنى أن تعجبكم لا تنسوا شيئا بسكنكم اضعوا لايك واشتركوا في القناة وتشاهدوا فيديوكم من أصدقاء نضعنا بركة الله بمكونات الكيك الكيك اللي سنقوم بها جميلة مكونات بسيطة نحتاج الياوك كما تشاهدوا واحد الياوك الطبيعي بدون نقها نعبره بهذا الكاز دي الياوك وتعطى كاز دي السكر هذا هو الياوك اللي سنقوم بها نبس تلك العبارة يكون طبيعي لدينا شوية الملحة شوية بيكاربونات السوديوم نرى الشوية كاف المطبخ ندرج الملحة لدينا الكاكاو لدينا الاسود المر لدينا الخميرات لدينا فيدينا الخميرات والفعني قمنا بكاربونات وذينا الزيت بالنسبة للكالكاس بيحتاج الكاس البحر يعني اجبت لكم مقادر بسيطة مقادر اللغة بلا ميزان بلا غرام بلا والو يعني بالكاف نديروا اللي اخوة والول او الادانون نديروا السكر نديروا الفانيته هو كما ترون في البيض ما كيش يعني يجبون بيض نسبة الاخوات اللي احساسي البيض لا يقدروا شيء جيد يقدروا هذه الحلوة الكريم نديروا الخميرة نديرها في الأول وفي الأخر يعني كيكا نديروا الكريم نديروا واحد شوية ليس كثيرا نكاملها مع القاة صغيرة واحد الراس مع القاة ونخلطوا المكونات نخلطوهم مزيان نديروا مع القاة نخلطوهم مزيان ونجعلوه يرتاح واحد خمسة دقيق يعني باش الكيك يطلع مزيان نجعلوه يرتاح نقطع عليه نجعلوه يرتاح ونجعلوه يرتاح ونجعلوك كيف تنفخ نجعلوه ونجعلوه يرتاح واحد خمسة دقيق نديرو الزيت نسكس للزيت نسكس كنت ترى مقادر يمكن ان يكونوا بسيطة ونجعلوه يحتوي على حلوة لتكفي الأسرة لك نسكس ونخلطوه تدريجي معاليش نرمي وفاف كله شوية شوية ونجعلوه بالنسبة لهذه الحلوة بدون ضرب كهربائي غرب اليد نجعلوه ثم نضرب نضرب ثم نضرب ثم نضرب لكي يكون مكور لكي يتخلط لكي يتخلط الهواء ثم نضرب ثم نضرب ثم نضرب لكي يتخلط نضرب أول ي dart نضرب ثم نضرب ثم نضرب سيجاب الز overse ثم نضرب ثم مرش وكم какое اتداع ثم ثم اتدام اضرب ثم نضرب بالنسبة للكاكاو سوف نضغر بهم جيدا تورس يكون بجموع و نخلط العجينة بالنسبة للعجينة سوف نضغط الحليب لأن هذا التقيق يشرب الحليب لا أدركه في الأول لأن الحليب يجب أن يكون الحليب و لا أدركه في المكونات و لا أدركه في المكونات و نضغط الحليب تقريبا 1-4 كاس أو 1-5 كاس يجب أن يكون تقيل بحلاكة لا يكون سائل كثير و بعد أن نأخذ الطنجرة الضغط نضغط الحليب نضغط الحليب في المكونات و عندما يجب أن نضغط الحليب لا يجب أن نضغط الحليب لأنه يجب أن نضغط الحليب و الملحة لا تحرق لكم و ستقسح و تشب إلا لا يجب أن نضغط الحليب لأنه يجب أن نضغط الحليب لأنه يجب أن نضغط الحليب لماذا أن��릴 م Sand ثم نضغط الحليب نضغط wilderness ا cheated امضح الاصف الأع هذا و عند الآخر الكوكوت رأيه عليكم يضغط السفارة حتى نضغط الحليب نضيفها جيدا نضيفها جيدا ونضيفها أجل أن تكون ميتة كمابين متوسطق ومخفيفة لأن الملح لا تحرق نضيفها كما تكون ميتة كمابين سوف أعطل لكم في الطياب سوف تساعدين للطياب سوف تحليها لفت 40 أو 45 دقيقة ونضيفها ونرى تشققها قليلا ونضيفها نضيفها لأنها طيبة ونضيفها لأنها طيبة ونضيفها سوف تكون طيبة ونضيفها سوف أعطيكم لأنها لا تحرق دستعار بالنسبة لفترذي لأنه لا تصبح أمثلا لأنها فترذي ونضيف فترذي حتى الملك سوف أعطينا كما تكون تضيف ونضيفها قد تختبرها لكي تحيدوها من المول يعني اخليتها بردت انا اريكم كيف تأتي رطبا بالعكس رطبا تفرست لا تفرست رطبا من الوسط لا تفرست لا تفرست سوف يكون هناك دابة ان شاء الله سوف يقوم بها و سوف يقطعها انا اقرب لكم القربينة رطبا نقطعها على جوج حسب لا تقطعها او تعمرها من فوقها بكريمة مهم بعد ان اقطعتها سوف نسقيها بالحليب لا تستطيعها في السكار اصلا هذه رائعة جيدة مع الكريمة تكون حلوة لا تستطيعها حليب من افضل الحليب مهم سقيتهم بجوج بعد ما سقيتهم خليتهم لنجم لتشرب الحليب اصبت كريمة كريمة سائلة نوعية نوعية مهم بعد ما نخلطهم جيدة وعندما تصل لك اخطاع الكريمة نقوم بسكار غلاسي لحسب الضوء ثم نقوم بسكار ثم نقوم بسكار في حمام مريم كما تشاهدون نقوم بسكار ثم 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 نقوم بسكار تبقى مغادرة. نحيي الثمن مجمد يعني نحيي للإطاء. ونقضي الجنب ديالها. فوقا نعدي صوبة الشانطية واحدة اخر. نخلطه شانطية مبودرة ولا سائلة. ونقضي مثلها لا زواقه لله. نحن نعدي زواقه ومكونات في الدار. ليس ضروري تشريحه عليها عملية لتسوقه حلوة. ونظرك لك شوكلاه في السلاك من الفوق والوسط. ونقضي كوكا ومهارسة في الجناب أو لولوز أو شوكلاه. ونقضي لديها. يجب أن تكون لديها الشكل و تكون رائعة و لا تقزين و لا تعرف أنها لا توجد بيض و لا تشعر بيض و تترك فيديوهات من الأردقاء و تترك فيديوهات و بالصحة و الراحة و نتمنى أن يجبكم فيديو و تترك فيديوهات من الأردقاء و كل عام و أنتم بخير أخوتي و ألقاكم بخير مع فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر